وللتعليق على انتهاكات ميليشيا الحوثي وتوصيف وزير الخارجية الأمريكي لها خارج إطار المنظمات الإرهابية ينضم إلينا صالح الجبري رئيس مركز ياني يمن عبر الهاتف من أسطنبول أهلا بك معنا سيد جبري أهلا بك سيد جبري وزارة دفاع الحكومة اليمنية الشرعية قالت إن الحوثيين أطلقوا على سكان مأرب صواريخ إيرانية مهربة بماذا تفسر تمسك ميليشيا الحوثي بسياسة قصف المدنيين وما هي المكاسب الحقيقية التي قد تجنيها من ذلك شكرا جزيلا لك ليست هي المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية ولا غرابة أيضا أن تكون هذه الصواريخ من صنع إيران لأنه الآن إيران أثناء الصفقة الأخيرة وتبادل أسرع وصل ما يسمى بالسفير الإيراني في صنعاء وهو أحد قيادات الجيش الثوري الإيراني ليدير المعركة مع وجود طبعا ضباط سواء من حزب الله أو من إيران وهذه قصة معروفة ليست جديدة أصلا وبالتالي الحوثي كان منذ شهر أغسطس الماضي يريد إسقاط مدينة مأرب بحيث تصبح المراطق الشمالية كلها بإسقاط مدينة مأرب تابعة لميليشية الحوثي والجموانات الجنوبية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات العربية المتحدة ولكن لم يحالف الحظ هناك استماتة من الجيش اليمني ومن أبناء القبائل في مدينة مأرب وما حولها وبالأخير يعودون إلى ضرب المواطنين والأطفال والنساء بالصواريخ عجزوا في الميدان في مواجهة الجيش اليمني الذي يكون ترسانة من أصبح وورثوها من النظام السابق النظام علي عبدالله فالح الذي قتلوه في هذا الشهر قبل ثلاث سنوات وبالتالي لم يفلحوا هم يريدون إسقاط هذه المدينة كآخر معقل هكذا يعتقدون للشرعية اليمنية والأسف بسبب خذلان التحالف العربي للشرعية تتلقى مأرب مثل هذه الضربات من قبل من الشيط الحوثي الإيران يعني وزارة الدفاع أكدت أن الصواريخ الساقطة على مأرب مهربة فعلا من إيران والكل يعلم ذلك هذا الأمر ألا يضع إيران في دائرة الاستهداف الدولي لدعمها جريمة ضد الإنسانية السؤال الأهم هنا لماذا يتقاعس المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات مع علمه أن إيران هي المسبب بها هذه الإشكالية أن الناس كانوا توقعون أن نجد نظب غربي وأمريكي على ما يحدث من انتهاكات في مدينة تعز في مدينة مأرب من قبل هذه الميليشيات التي انقلبت على الشرعية اليمنية وعلى شرعية معترض بها أصلا من العالم العالم الآن هو معترض بشرعية الرئيس هذه وبحكومة الرئيس هذه لكن الأسف يخلل الحكومة الشرعية ويغض الطرف عن هذه الميليشيات ونسمع في الإعلام أن هناك توتر بين أمريكا وبين إيران ولكن الأسف الشديد ما نراه في الواقع سوى في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في اليمن يعني هناك غض الطرف لميليشيات وكأنها ابتزاز أيضا للتحالف العربي وعلى رأسها السعودية بشراء الأسلحة والتصنيف الأخير كان يعتقد الكثير بأن أمريكا ستصنف ميليشي إرهابي وهي كذلك إرهابية لكن هم يريدون ابتزاز المملكة العربية السعودية في آخر أيام الرئيس ترامب ولا في الأسف أيضا القيادة السعودية لم تسقه لمثل هذه الأمور كان الأصل أنها تحسب المعركة وتدعم الجيش اليمني بأسلحة حديثة متطورة كي يحسب المعركة في الميدان وتخرج السعودية بسلام من الحرب في اليمن لا في الأسف هناك سوء تقدير لما يحدث من قبل السعودية تجاه القضية اليمنية على الواقع في الميدان نعم يعني تصنيف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو يعني تصريحه بأن ميليشيات الحوثي لربما تكون ضمن الكيانات ذات القلق الخاص يأتي ضمن هذا التشخيص الذي تحدثت به أم ماذا يفهم منه يعني هل نحن بمعنى أو بآخر أمام مصطلحات أو حرب مصطلحات يجب على الحكومة الشرعية خوضها هي كذلك حتى صلفت السعودية بأنها يعني من مصدر قلق يعني ساوتها بميليشيات الحوثي الإيرانية وهذه إشكالية كبيرة رغم العلاقات القوية بين السعودية وبين أمريكا رغم أن السعودية من أكثر دول يعني شراء للأسلحة في العالم من أمريكا ومن بريطانيا لكن للأسف الشديد ترام لم يعني يتجمل مع الحليف اللي يسمي الحليف السعودي وأسمىها بمصدر قلق وساواها يعني بميليشيات الحوثي الإيرانية لا يهمني هذا التصنيف لقد ما يهمني ما مدى جدية التحارف العربي بتحديدا للسعودية أما الإمارات فأصبحت عدوة واضحة لليمن ودعمها بميليشيات المجلس الانتقالي أنا أتكلم عن السعودية عن غضلها للطرف عن سكوتها عما تقوم بالإمارات عن سكوتها عما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني وعدتها وذلك يبدو أن هذا يعني رد فعل من قبل أمريكا في الأيام الأخيرة لترام بعد أن يعني السعودية بدأت يعني في علاقة القوية الأخيرة الآن مع بريطانيا والاستفادة من خبرات العسكرية في مجال يعني إسقاط الطائرات بدون طيار واستعالتها لبعض الجنود البريطانيين في السعودية يبدو أن هذا أيضا رد فعل من قبل أمريكا للسعودية ولكن الأهم من ذلك نرجو ونتمنى من الشقيقة السعودية أن تساعد في حسب المعركة في اليمن وتسليم السلاح منوعي متطور للجيش اليمني الذي يحاصر الآن من قبل ميليشيات الحوثي التي تجمع له وتحشد له يعني كثير من المواطنين المغرر بهم إلى جابر شكرا جزيلا لك سيد صالح الجبري رئيس مركز يني يمن كنت ضيفا عبر الهاتف من أسطنبول شكرا جزيلا لك